في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة الثالثة والأربعين بعد الثلاثمائة إنني أقطع مقطعا من حديث طويل مروي عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه نقله المجلس عن تفسير العياش الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الإمام الجواد يقول صلوات الله عليه لكأني أنظر إليهم أنظر إليهم إلى قائم آل محمد ومن معه من أصحابه وأنصاره وجيشه وعسكره لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد زبر الحديد قطع الحديد كأن قلوبهم زبر الحديد جبرائيل عن يمينه ومكائيل عن يساره يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا إنها الحرب النفسية والتي ستكون هائلة ومضاعفة جدا يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إنهم ملائكة بدر ملائكة مسومون إنهم يلبسون البياط ويلبسون العمائم البيضاء عمائمهم ما هي كالعمائم الطابقية التي يلبسها علماء النجف وكربلا هذه العمائم الطابقية هذه عمائم العباسيين إنها عمائم إبليس هكذا تقول أحاديث محمد وآل محمد عنها هذه عمائم إبليس عمائم الملائكة هي العمائم التي لكل عمامة منها هناك ذؤابتان هذه عمائم الملائكة المسومين وهم قد جعلوا عمائمهم بهذه الهيئة لأن النبي يوم بدر جعل عمامته بهذه الهيئة فقد اعتمى بعمامة بيضاء وأسدل لها ذؤابتين وهكذا فعل جبرائيل ولما فعل جبرائيل فعل منصور أيضا منصور هو قائد الملائكة وهذا الشعار يا منصور أمت من شعارات بدر ومن شعارات قائم آل محمد منصور هذا هو الملك الذي يقود الملائكة المسومين فالنبي اعتم بهذه الطريقة وجعل العمامة التي اعتم بها شعارا فقلده جبرائيل ومنصور قلد جبرائيل والملائكة قلد منصور فهؤلاء هم الملائكة المسومون أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين حتى إذا صعد النجف لأن النجف أرض مرتفعة حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذا قطعا الكلام هنا ليس عن مدينة النجف النجف بقعة كبيرة هي أوسع من مدينة النجف المعاصرة حتى إذا صعد النجف باتجاه النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذا فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريقا نخيلة النخيلة هي منطقة الكفل في زماننا خذوا بنا طريقا نخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق يوجد الآن خندق حول النجف وحدثتكم عن هذا الخندق في برامجي السابقة ربما أعود للحديث عنه وعلى الكوفة خندق مخندق خندق مخندق هذا التعبير دقيق جدا الخندق هو ما يحفر في الأرض كي يكون حاجزا طبيعيا عسكريا هذا هو الخندق المخندق حينما يضاف شيء آخر كي يؤكد الحاجز العسكري عبر الأسلاك الشائكة مثلا أو عبر بناء معين أو عبر كاميرات مراقبة وهذا هو الذي يحدث الآن ويتوفر الآن في خندق النجف وقد أردت ذلك عليكم بالفيديوات هذا لم يكن موجودا قبل 2003 إنما صنع هذا الخندق بعد أن تغير النظام البعثي المرواني وجاءنا النظام الشيعي البتري العباسي حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريقا نخيل وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق هذا شيء غريب في تلك الأزمنة لكن في زماننا توجد الكاميرات توجد أجهزة المراقبة توجد الأسلاك الشائكة ويوجد ويوجد مما يخندقون به الخنادق بنحو أشد وأقوى مما كانوا يفعلونه في الأزمنة السابقة خذوا بنا طريق النخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة وهو موجود في زماننا فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها إنه مرجئة الكوفة الذين مر ذكرهم قبل قليل ومر الحديث عنهم إنهم البتريون المرجئيون هم البتريون همو همو بتريون همو والهوى والهوى بتري هؤلاء همو ألا لعنة الله عليهم فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني لماذا؟ لأن السفيانية قد وضع رحله في النجف ومر هذا علينا حيث قرأت عليكم من غيبة الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين بسنده عن عمر بن أبان الكلبي عن الصادقي صلوات الله وسلامه عليه كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم فيضرب عنقا ويأخذ ألف درهم هذا هو حال النجف فهؤلاء الذين يضربون أعناق شيعة علي هؤلاء هم المرجع وهم مقلدو المرجع فإن صاحب جيش السفياني طرح رحله في رحبتكم بالكوفة مكتبه في وسط المدينة الرحبة الساحة الكبيرة في وسط المدينة وضع مكتبه هناك إنه آمن مطمئن لماذا؟ لأن المراجع يبايعونه وبعد ذلك يأمرون الشيعة بمبايعة السفياني ستأتينا الروايات فيخرج إليه إلى الإمام الحج من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني لأن جيش السفياني موجود في الكوفة في النجف الروايات التي تحدثنا من أن السفيانية سيقتل ويقتل من العراقيين سيقتل من العراقيين ولكن لا يقتل مراجع النجف ولا يقتل أتباعهم لأنهم سيبايعونه فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه الإمام يقول لأصحابه استطردوا لهم استطردوا لهم أي أظهروا لهم بأنكم قد فررتم منهم إنها خدعة خدعة في الحرب فيقول لأصحابه استطردوا لهم فروا من بين أيديهم ثم يقول كروا عليهم كروا عليهم قال أبو جعفر إمامنا الجواد لا يجوز والله الخندق منهم مخبر يذبحونهم عن الآخر لا يجوز والله الخندق منهم مخبر ألا لعنة الله عليه هؤلاء هم مراجع النجف وهؤلاء هم أتباعهم ومقلدوهم وماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة السابعة والثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الرابع بعد المائتين يحدثنا أبو خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات وسلام عليه يقول إمامنا السجاد ثم يسير إنه القائم صلوات الله عليه ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية موقع قريب من النجف وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني القادسية هذه المناطق التي تكون قريبة من النجف أتحدث عن القرب الجغرافي والتي قد يصطلح عليها بمناطق الفرات الأوسط التي تكون قريبة من النجف ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني السفياني بشخصه ليس موجودا إنما هو صاحبه الذي طرح رحله في رحبة الكوفة ونشر بيانا في أن الذي يأتي برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم فبادر البتريون والمرجئيون النجفيون والكربلائيون لقتل من يعرفونه من شيعة علي وآل علي الذين ما هم بشيعة المراجع البتريين اللعناء شيعة العراق سيبايعون السفياني عبر وكيله عبر صاحبه عبر قائد الجيش الذي سيكون في النجف ثم يسير قائم آل محمد حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني من هم الذين اجتمعوا في الكوفة في النجف من هم؟ إنهم شيعة البصرة والعمارة والناصرية والسماوة والديوانية إنهم شيعة الكوت وشيعة بغداد وشيعة بعقوبة إنهم شيعة كربلاء وشيعة النجف هؤلاء اجتمعوا في الكوفة كي يبايع السفياني لأن المرجعية قطعا هي التي أمرتهم بذلك هم لا يتحركون من عندي أنفسهم هم حمير ديخيون أتحفونا 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 وذكرونا بحال هؤلاء بالوثيقة الدخية المباركة مالد أجيب الأسوان راحت قل لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أقبل خمسة قل لي مستعجب موش دارها قلنا تركب يعني خلاغة أغميشيني كما تكون خلاغة أغميشيني جيمي تبغل أبوكار حالة السنوان فقوش ديخ تعربيق فقوش ونص عباردة كنا على ثقافة وكلكم تعرفونا لأنه مالد أجيب الأسنو عرضها قال تركب مثل ما تركب نارو غاية ديخ لا شيء لا مو علم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا في الواقع الشيعة هذا الواقع الشيعة وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني هذا كلام إمامنا السجاد أنا لا أنقل لكم أي حديث إنها حديث العترة الواضحة جدا والتي إذا ما جمعناها تشكل لوحة واحدة متكاملة بحيث إذا أسقطنا رواية من الروايات فإن اللوحة ستكون مخرومة وهذا أدل دليل على صحة والصدق هذه الروايات الآخرون يحدثونكم بروايات المخالفين ويأتون بأي شيء لأجل أن يثبت من أن المراجع في النجف وكربلاء على هدى هذه طريقة شيطانية وليست علمية العالم والمحقق هو الذي تفرض الحقائق نفسها عليه وليس هو الذي يفرض نفسه على الحقائق هؤلاء يفرضون أنفسهم على الحقائق فيزورونها أما هذا المنهج الذي أعرضه بين أيديكم إنني أسلم للحقائق بما هي حقائق لأن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها لست أنا الذي أكسب الحقائق قيمة الأمر يكون بالعكس حينما أذعن للحقائق فإن الحقائق هي التي تكسبني قيمة أن أكون صادقا أن أكون على علم وأنا أحدثكم فرق بين المنهجين هناك من يذعن للحقائق مثل ما أفعل في هذه البيانات الحقائق هي التي تقودني إلى النتائج ولست أنهى الذي أزور الحقائق كي أصنع لها نتائج مزورة لأجل أن أخدم درهمي وثيناري لأجل لقمتي مثل ما يفعل الكثيرون على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية هذه هي الحقائق هذا هو حديث العترة بعيدا عن أحاديث النواصب وهذه هي الحقائق تفرض نفسها علينا بعيدا أن أكون متزلفا لهذا المرجع أو لذاك الحاكم أو لهذا الحزب أو لتلك المجموعة ألا لعنة الله عليهم جميعا من أولهم إلى آخرهم أتحدث عن البتريين والمرجئيين الشيعة من شيعة مراجع النجف الأنجاس الحديث الخامس بعد المئتين من الصفحة نفسها من المصدر نفسه عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه أصحابه من؟ المرجئة البتريون جيش السفياني هو الذي جاء من الشام أما أصحابه من؟ أصحابه الذين في النجف إنه مراجع النجف حشد المرجعية وأمثال ذلك يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه عامة الشيعة وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم الإمام يدعو هذه الجموع فيدعوهم ويناشدهم حق ويخبرهم أنه مظلوم مقهور ويقول من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله إلى آخر كلامه يقيم الحجج ويدعوهم إلى منطق العقل والعلم ماذا يجيبونه فيقولون ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك قد خبرناكم واختبرناكم ما فيكم من خير فيتفرقون من غير قتال الإمام يعطيهم فرصة ولكنهم لعناء فإذا كان يوم الجمعة يعاود فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين من المسلمين من أصحاب الإمام يعني الذين يواجهونهم من الكافرين هذا كلام صادق لو كان الذين يواجهون جيش الإمام من المسلمين لقال الإمام فيجيء سهم فيصيب رجلا من أصحاب القائم لأجل أن تتميز الحكاية لكن الإمام هكذا قال فيصيب رجلا من المسلمين السفياني كافر كافر ببيعة الغدير مراجع النجفي كفار ببيعة الغدير وهؤلاء أتباعهم كفار مثلهم فإذا كان يوم الجمعة يعاود القائم فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين من أصحاب القائم فيقتله فيقال إن فلانا قد قتل من أصحاب القائم فعند ذلك ينشر راية رسول الله هذه الراية التي إذا ما نشرت نزل البلاء وحل البلاء بالجيش الذي يقابل تلك الراية ينشر راية رسول الله فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم هو في واقع مكة الإمام ماذا قال لأصحابه إنني لا أذهب لمقاتلتهم لأنني رحمة الله ولكن هنا هو الذي يقاتلهم فيحمل عليهم هو وأصحابه فيمنحهم الله أكتافه يفرون بين أيديهم الرواية تتحدث عن أن الأعداد هائلة جدا إنهم شيعة العراق أكبر قوة تتجمع لحرب إمام زماننا الذي يدل على ذلك أولا ما قاله الإمام فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني بكامله ما قال بعض أصحابه جيش السفياني وأصحابه مراجع النجف والذين يناصرونهم ليس بالضرورة أن يخرج المراجع بأنفسهم وإنما تخرج قواتهم والناس معه بقية شيعة العراق هذا أولا وثانيا فإن الإمام نشر راية رسول الله ودخل هو بنفسه في المعركة هذا يعني أن الأعداد هائلة جدا وأن المعركة عظيمة جدا فعند ذلك ينشر راية رسول الله فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم هو وأصحابه فيمنحهم الله أكتافهم ويولون فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة وينادي مناديه ألا لا تتبع موليا فارا ولا تجهز على جريح إنه يرحمهم ويسير بهم كما سار علي يوم البصرة الإمام يسير في هؤلاء الذين يحاربونه تارة بسيرة علي يوم البصرة وتارة بسيرة علي يوم صفين فارق بين السيرتين لا أريد أن أخوض في التفاصيل فأهل صفين كانت لهم قيادة أما أهل البصرة فقد قتلت قيادتهم بالكامل ولذا فإن أمير المؤمنين سار في البصرة بسيرة تختلف عن سيرته في صفين هذه الرواية خطيرة وخطيرة جدا تحدثنا عن أن شيعة العراق بقضهم وقضيضهم سيقفون مع السفياني وسيحاربون إمام زمانهم سود الله تعالى وجوه شيعة العراق تأريخ أسود تأريخ أسود في الماضي وفي الحاضر والمستقبل تأريخ أسود تأريخ أسود في زماننا هذا يحاربون دين العترة الطاهرة وينخصرون الدين البترية المرجعية الطوسية في النجف الواقع هو هو الأمور ستبقى على حالها أقول لشيعة العراق لن تروا خيرا الواقع العراقي اليوم يخرج من حفرة قذرة إلى حفرة أخرى أقدر وكل المعطيات وكل المعطيات تقول من أنه لا أمل لإصلاح الوضع الشيعي العراقي لا على المستوى الديني العقائدي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى السياسي كل المعطيات التي نتلمسها على أرض الواقع تشهد بهذا وكل الأحاديث تخبرنا عن مستقبل أسود لهؤلاء هذه نتائج الماضي نتائج الماضي ومر الكلام علينا في حلقة يوم أمس عن ذرار قتلة الحسين وعن قتلة الحسين في آخر الزمان وعن أتباع المراجع الأنجاس الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كل الحقائق هذه مرت علينا ولازلت أكررها بين أيديكم ولازلت أضعها أمام نواضركم لعلكم تنتبهون لعلكم تنتبهون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر